السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوف نهضر اليوم على عقود العمل الإسبانيا والبرنامج الحديث للهجرة إلى إسبانيا ونهضر على كيفية تصوب بطاقة الإقامة الغير ربحية في إسبانيا هذه البطاقة الإقامة الغير ربحية الكثير للناس هضرنا عليها في فيديوهات ونعود نهضر عليها هي واحدة بطاقة الإقامة الغير ربحية فالناس الذين يطلبون فيزا بزا في إسبانيا كيبشرون ويجيوا ويجيوا ويقعدون فيزا ويعودوا يطلبون فيزا فاش داروها لهم كي لا تقاشل فيزا تقول لديكم بطاقة الإقامة الغير ربحية في هذه السنة ومبعد تجدد السنتين ومبعد تجدد الخمس سنوات فاش كتبيرسوا تطلب جديد من بعد فاش كتتقدر مدات الصلاحية ديالها هاد البطاقة الإقامة الغير ربحية شنوما الشروط ديالها شروط دياله هو تبيل قنصولية لأنه لديك مدخل المال عندك اكتب في الوضع عن المال عندك لديك شكرهات كتدخله عندك واحد لسالير كيدوز لك الكانط عندك شيه كميرس كاتدير وكاتبح منه الفلوث واحد الوضع يدخلك على الأكل 10 ميل ديرانبه بار موه لي كيفالون لل12 مليون في العام أو ليتكون عندك 12 مليون في الاقام لتصرح لهم لتغطي التكاليف المعيشة لمدة سنة هناك لتعيش لمدة سنة هناك على أقل 12 مليون تكون عندك في القانت ولا يكون عندك واحد المصدر اللي يدخل لك مليون في الشهر هذا هو ما الشهرات لتطلب الإقامة غير ربحية كان بعض الأمور تقدروا نقوم بها باش نعالجوا هذا المواطن مع المحاسيب ديانا بيانسر باش نديروا الموفمون دي كانت نديروا في الكابينة عندنا في المكتب نديروا الآن على موفمون دي كانت باش ندير موفمون دي كانت باش كتبت دك ديميل ديرام لتدخل موسيوال نديروا على عقود العمل هناك الشركات معتمدة ومكاتب توظيف معتمدة في إسبانيا توفر عقود عمل نحن بتواصلين معهم نديروا بعض الشركات منهم في صندوق الوصف اللي بغيت تواصل معهم بشكل مباشير حتى العقود الموسمية اللي كيخدموا في الفرينس في الافوكار في الفلاحة ان جنرال را متوفرة الآن ما عليك إلا تصرف تصير الداتية ديانك واللاتر دون موتيفاسي اللي هي الخطاب تحفيزي لكي تبين لهم على انك محفز على انك جدي في الموضوع على انك تحب العمل في هذا الميدان وتمتازوا بعدة خصر نبيلاك التفني في العمل الاحترام والوقار اروح العمل مع الفريق وعلى انك تسعى دائماً المصرحة العامة وتحب ان تقدمي المساعدة للناس وانك إنسان محبوب وكذا كذا هناك الكثير من الامثلة موجودة في مواقع جوجل في كل ما يخصوا خطابات تحفيزية ممكن ان تستعينوا بها من أجل ملء خطاب تحفيزي بطريقة احترافية ونصفت لهم داك الساعات الوسيف وترسل معهم هذه الشركات هناك الشركات اللي يخدمون في عدة ميادين في عدة تخصوصات كالفلاحيين كالحرفين الصناعيين السائقين الممرضين الأصحاب المندوبين المبيعات البانكين في جميع القطاعات كل واحد يمشي القطاع ديالله والدومين ديالله سوف تلقاه في صندق الوصف وفي البرمي كومنتر كما قلت روابط اللازمة كل واحد يمشي القطاع ديالله ويعمر عليه ويطلب من الله سبحانه وتعالى ايسر له تواصلوا مع هذه الشركات تواصلوا مع هذه المكاتب التوظيف اللي يوفر عقود عمل صارب واحد باريد الالكتروني لماذا حادث؟ حادث لانك الناس اللي عندهم باريد الكتروني قديم لا تقلل على كلمة تصير ديالله يدخلوا لهم مرة 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 تستطيع التوضيح ولا تدخل لباريد الالكتروني وتضيع منك الفرصة فمن اجل من اجل تكون اجور مع البوات ميل سيكون عندك البوات ميل في التليفون وتكون اجور مع البوات ميل وتدخل يوميا لباريد الالكتروني وتشوف هل هناك جديد؟ هل رسلوك؟ هل طلبوا منك توضيح؟ وتطلبوا منك وطائق اضافية؟ وتجاوب معهم في الوقت المناسب مباشرة لا تضيع منك الفرصة كذلك هو مثال رقم الهاتف يكون رقمك الهاتف الشخصي لا يجرب بفرض ان افراد العائلة ولا يجرب شي صديق وتضيع منك الفرصة وتعطيهم المعلومات اللازمة مباشرة هذا من جانب سنضع العقود التطوعية مع الجمعية خيرية هناك عدة جمعيات خيرية في اسبانيا تطلبوا متطوعين من اجل المساعدة من اجل المتطوعين في العمل الجمعوي الخيري هناك جمعيات تنشط في عدة مجالات كيف يكون في رعاية الحيوانات هناك جمعيات تنشط في رعاية ناسكي باصل جمعيات تنشط في كل ما هو طبي في العلاج في الصحة الأطفال المتخلى عنهم وشيء من هذا القبيل أو ما شابهه ذلك فهذه تلقاوا حتى بعض الجمعيات اللي كي تلبوا متطوعين اللي بغاية فعلهم كي اللي غيقول يا لأن الجمعية مغتعطيكش وحضراتي برسمي وحضراتي بجيئة نعم ولكن هذه خطوة نحو الأمام خطوة نحو ذلك البلد بعد أن تقلب على عمال بعقد عمل دائم وتقلب المكتب الأجانب وتدليب العقد العمل الدائم وتضمن لهم باش يقلبوا لك بطاقة الإقامة غير دائمة بعمل تطوعي محدود إلى بطاقة إقامة دائمة هناك مكاتب مختصة في ذلك في هذا الشأن هذا من جانب أخر فالجمعية لا تتعطيك نصف الوقت أنك تقلب على عمال في شركتين ما لكي تحصل على حضراتي لتغطية تكلفة المعيشة هناك وكيف يفرق السكان لما أكل المشرب مواصلات وكذا ولكن كما قلت هذه خطوة نحو الأمام اللي بغاية يهاجر اللي بغاية يستعن بخدمات المكتب وندفعوا لها ونتواصلوا لها مع جمعيات ومع المشغلين هناك ومكاتب توظيف هناك من أجل طلب الحصول على عقد عمل ما عليكم إلا جاءوا عنا المكتب المكتب دينا متواجد نشتغل من الاثنين إلى السبت مال عشر روزة الصباح الخمسة روزة الأشياء يأتيون الناس من جميع المدول المغربية من الطنجة من تيتوان من المراكش من عيول من الحسيمة من فاس كناس من إيملال من المنابات من الكليترا يأتيون يوميا من جميع المدول المغربية لدينا مكتب الدربة من أجل استشارة أو إداع الملف لدينا مدينة بعيدة جميع المغربية ومن المدول المغربية من المغربية لأجل الطلب المغربية او لا كنديرو التتبع عبر الهاتف عين بوعد لسوي في دوسي فهذا مكان الدوسي كان خدمه السورة بلاس مكيش شير اكثر من هات شي مش حل كان خدمه الدوسي ستلاف وخمسمائة دغم لا غير انا مش بحال بعض المكاتب اللي كيحسبو عقود العمال بسبعاد المليون هلي كيحسبو بعض المكاتب طلبات الهيجرة الكندا بربعاد المليون اللي لدي انتمان رمزي ومناسب وفي متناول جميع انا انا لا اعلم هناك بعض المكاتب اللي يشتغلون بجدية وبمصداقية واتمينتهم مناسبة ولكن مع الاسف هناك بعض المكاتب غرضهم الاولي هو الغرض المادي فنحن غرضنا الاولي وغريزاتنا الاولى هي الغريزة ان نساعد الناس تلقي دعاوي الخير مع الناس ونقدموا يد المساعدة للناس فاكم بغنانا بحكو تصلي عن التمل اكثر من ذلك فهذا مكان التمل مناسب ورمزي في متناول جميع كنخدمولك على الدوسي سور بلاس كنديم معك القبول سور بلاس يبقى وغير بعض الاجراءات ادارية من بعد خطوة بخطوة احتسان الله في الدوسي ديالك هذا مكان ستجد العنوان المكتب في الصندوق الوصف وفي البرمية كومنتر مع الوكاليزازيون كيني ناس كنحسبو لهم الدوسي فابو واشكونا هما الناس اللي هم دوي الاحتياجات الخاصة والأيتام اللي هو يتيم الأم ويتيم الأب والصغيرون في السن وليس الذي يسند هذي الناس كنحسبو لهم الدوسي فابو بالاكثر من ذلك كنخصو لهم إجراءات القنصرية من جيبنا هذي الناس كنخصونا بحاجة واحدة الدعاء الخالص يديه ومعنى دعوة ديال الخير وما كان رجعت واحدة أي واحد كان نخطوه بعين الأتيب على حل المادية دياله وكان ساعده جميع الناس وكان قدبه يدي المساعدة لجميع الناس الله يدير اللي فيها الخير لجميع نطلبوا من الله عز وجل يستر أمور جميع يا رب اللهم يستر أمور جميع نطلب من الله سبحانه وتعالى ملقب يستر أمور جميع إلى الفيديو الموقف إن شاء الله بإذن الله الله يعونكم أتباك الله عليكم اشتركوا في القناة